السلام عليكم اصدقائي اياكم واخوكم احسين من قناة تكفون اليوم عندنا او اليوم موضوعنا عن شلون تصور باحترافية بهاتفك او شلون تتعلم هذا الشي خلال 3 دقائق قبل من ابديد اذا اتا جديد بالقناة احب اقول لك قناتنا منوعات يعني تقنية اسعار خصوصا لاسعار اسعار الهواتف كل يوم خميس ماكو اي قناة تقدم هذا المحتوى فيتمنى عندك ان تشترك بالقناة وتدعمني بضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس المهم انبلش اول شي عدنا انه تنظف العدسة قبل ما تصور ايدنا مثل ما تعرفون الجلد ما الايد بغدد عرقية يسموها تفرز العرق اللي هو تبريد الجسم فهذا بيدهون نسبة الدهون فلما نلامس الكاميرا او نلمس الكاميرا راح تنتقل هاي الدهون الى الكاميرا والكاميرا راح تتشوش فلازم تمسحها قبل ما تصور ثاني شي عدنا اللي هي الاضاءة الاضاءة ثم والاضاءة حتى لو كان عندك كاميرا بروفيشنال وكاميرا مثل يعني نقول مثل كانون هاي اللي 70D او G7 كاميرا معروفة احترافية ممكن حتى لو عندك هذا الشي وما عندك اضاءة راح تطلع صورة جدا رديئة ممكن انت عندك جهاز متوسط وعندك اضاءة راح تقدر تطلع صور احترافية فالاضاءة مهمة جدا ثالث نقطة اللي هي الزاوية الزاوية مو انا اللي احددها انت اللي تحددها يعني مثل هاي الصورة قدامكم هاي اللقطة خلتها بهاتف التوسط اضاءة كانت جيدة لكن مثل ما تشوفون زاوية كلش حلوة اقدر اخذها بصورة عادية مثل ما احنا ناخد صورة لاي شخص لكن لما شفت المنظر وجربت الزاوية شفت هاي الزاوية حلوة فاخذت بهاي الزاوية فانت قبل ما تاخد الصورة تشيك الزاوية منا منا يعني من فوق من جوة بحيث انه الزاوية الاحلة تاخد من عندها صورة رابع شغلة اللي هي تثبيت اليد اثناء التصوير طبعا ما نقدر احنا نثبت ايدنا اثناء التصوير فتقدر تشتري جهاز اسمه ترايبود او هو مو جهاز هو قطعة يقعد بيها الجهاز الموبايل من يصور وهذا بيه يعني احجام اسعار مختلفة يعني يبدي اكو حجم زغير سعره الف دينار عراقي اقل من دولار يعني ورخيص مو غالي وتقدر تصور بيه والكاميرا ثابتة ورح تطيك صورة احلى فهذا الشي جدا مهم تثبيت اليد خامس شغلة اللي هي ما رح تتعلق بالنتبيك لا هاي الشغلة تتعلق بجهازك او بمواصفات جهازك ان الجهاز يكون يملك المثبت البصري او المثبت الميكانيكي او هو يعني يعقو انواع مثبتات اذا متشان يحتوي على هذا الشي فما رح تقدر تاخذ صورة حلوة لان رح تتحرك الصورة باي اهتزاز بسيط جدا رح تطلع الصورة مشوشة لكن اذا كان الجهاز يحتوي على هذا المثبت البصري او المثبت الميكانيكي رح حتى لو ايدك تهتز شوية رح تطلع الصورة حلوة بسبب المثبت البصري اتمنى اعجبكم الفيديو استفاديتم من الفيديو واستمتعتم بالفيديو وهو فيديو تعريفي او فيديو تعلمك اشلون تصور باحترافية بهاتفك اذا انت ممشترك فقدر تعبي واشترك بالقناة واضغط اللايك اتمنى اعجبكم الفيديو نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة